الحمد لله الذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أخرج الإمام البخاري ومسلم في صيحيهما من رواية أبي هريرة راوية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى في هذا الحديث البسيط النبي عليه الصلاة والسلام بأي لك صنفين صنف من أهل الجنة وصنف من أهل النار يعني نازل كلهم يا أخوان إما من أهل الجنة وإما من أهل النار لكن النبي عليه الصلاة والسلام وابح لك الطريقين الطريق البوديك الجنة يأتطريق والطريق البوديك النار يأتطريق فقال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى وقد يتسال يعني الإنسان كيف الزوال بيابا إنه يخش الجنة الزوال يا أبا كيف النبي عليه الصلاة والسلام وضح ليك في الحديثة كيف الزوال بيابا قال إلا من أبى قيل ومن يابا يا رسول الله الصحابة طوالي سألوا النبي عليه الصلاة والسلام من يقول بيابا الجنة لأنه ده باعتباره أمر مستغرب إنه زوال يقول له تعالى الجنة وهذا هو طريق الجنة لكن يا أبى الطريق الذي يؤديه إلى جنة الله تبارك وتعالى قال من أطاعني دخل الجنة ده الصنف الأول وهؤلاء هم أهل التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى الذين يدخلون الجنة وإن كان عندهم من المعاصي والذنوب التي هي دون الشرك بالله سبحانه وتعالى ده بيتولوا ربنا سبحانه وتعالى برحمته قد يعذبه الله عز وجل أو يغفر له جل وعلا لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أزل من يمشي لي ربنا سبحانه وتعالى بيتوحيد خالص ما معه شرك ما بينادي غير الله سبحانه وتعالى ما بينادي مخلوق لا ميت لا صاحب قبة لا ضريح لا عنده عقيدة في فكي ولا في شيخ طريقة ده بعدين بيتولوا ربنا سبحانه وتعالى برحمته لكن الصف من الثاني ده هو خطير قال ومن قال ومن عصاني فقد أبى ده هو يأتو صاحب النار البيعصي النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا أبو تفهم النقطة أعظم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو توحيد الله تبارك وتعالى وده أعظم ما جاهد به الرسل ربنا سبحانه وتعالى رسل كل الرسل لأمر واحد ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغود الأمر ربنا عز وجل رسل من أجل الرسل هو توحيد الله تبارك وتعالى وتحقيق العبودية لله عز وجل إنك تكون عبد لله سبحانه وتعالى وده ربنا سبحانه عز وجل وصديه النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى مقام العبودية ربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وربنا قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني يوحدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون ربنا ما أخلقك في هذه الدنيا عشان تأكل وتشرب وتزوج وتقرأ تعمل ماجستير وتعمل دكتوراه وكذا خلاص لا 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 دي وسائل في الدنيا هنا لكن الأمر الذي خلقك الله عز وجل من أجله تلابط تعرف المعلومة دي إنك توحد ربنا سبحانه وتعالى وتعتقد في الله عز وجل وحده لا شريك له أنه المعبود بحق وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في هذا الكون وحده جل في علاه وأنه الذي يعلم الغيب وحده سبحانه وتعالى وأنه الذي يدعى وحده في الشدايد قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لقيت ربنا سبحانه وتعالى وإنت بإثنات غير الله عز وجل اتهنا ما عندك نصيب في جنة الله تبارك وتعالى لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من رواية جابر قال من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة تنادي غير الله سبحانه وتعالى وتمودعي العقيدة دي اتهنا ما عندك نصيب في جنة الله تبارك وتعالى بتكون طلعت بر الصنفة الثاني طوالي ومن عصاني فقد عبأ عرفتكيف الليلة المساكين من عباد القبور صوفية وغيرهم ممن يروجون لهذه العباطل والشركيات من طواغيث التصوف ومن عباد القبور والعطرحة في البلد كثيرين جدا وعندهم وسائل في الإزاعات وفي القنوات وفي الكتب التي سطروها بأيديهم كتب هذه فيها شرك ما عندك نزر الله به من سلطان في إمتى كلام ده محمد عبد الفرهاني يقول لك جبريل عزراه ميكالو هم جنودي في التصريف هم تحت إمرتي قال وَأَجُودُ عَلَى أُمٍ لِتَرْحَمَ طِفْلَهَا وَرَحْمَةُ مَنْ فِي الْكَوْنِ مِنْ بَعْدِ رَحْمَةِ بنزل المطر وقال عنده سبعين دليل سبعين دليل منها ما جاب ولا دليل واحد ونحن نتحدّو من هنا نتحدّو إلى قيام الساعة إنه يجب دليل واحد إنه غير الله سبحانه وتعالى بنزل المطر كالضعب ومجرم من عكابي المجرمين هذه البلاد كم تكلامنا؟ ربنا سبحانه وتعالى بنزل مطر براه ربنا قال وهو الذي ينزل الغيثة من بعد ما يقنطوا وينشر رحمته ربنا سبحانه وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزني؟ أم نحن المنزلون؟ دل طواغيب يدعوك لمعصيات النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم ما جاء به والله الذي لا إلى غيره شكده إنين في الحلقات دي نبين لك ونوضح لك العمر هذا ما عندنا لك حية تانية يقول لك النازل ما عندهم غير الموضوع هذا توحيد شرك توحيد 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 لما نصوا بيها قلوا شرك كمتا كلامنا؟ لما نصوا بيها قلوا شرك بنجيك بعض سنة تانية بنقول لك زمان نصوا بيها أنوا بيعبدوا الأولياء وبيعبدوا الميتين بنجيبوا لك تاني فهم ندخل الموضوع هذا كمتا كلامنا؟ لأبو التعرف المعلومة دي أنا أكتفي بهذا القدر وقدم شيخنا الفاضل الأستاذ أبو بكر الحمد الأحمد ونقول له الحمد لله والسلامة وربنا يتغفل حج مبروك خذ الله جيخو بكر